اشتركوا في القناة والشركة سمت الكل بنهاية 5G بينما بديهيا المفروض منتهي هذا الاسم ترى من سنة يعني المفروض اي شي ينزل الحين ما ينكتب وراء 5G فمن الجانب الفني ظهر الشركة تبي تقول لك انها 5G ما ادري اللي واضح ان الشركة هتمت بنسخة ألترا فقط والنسخ العادية هي قريبة من نسخ اللايت او نسخ الفان ايدشن فالشركة ما ركزت على سلسلة بلس والعادي وحطت كل التكنولوجيا بالألترا الألترا تميز بمجموعة مميزات مو موجودة في المكان الثاني مثلا 12 رام 13 رام 512 داكرة كواد اجدين والبي بي بي اي والالف ونص سنت حتى السطوع مختلف الزوم بالكاميرا الواي فاي 6 e البلووتوث 5.2 حتى الاسپن اللي هو الاكسسوار الخارجي القلم الخارجي فهي خاصة الألترا بكل المميزات الممتازة مالة سامسونج وخلت العادي قريب من الفان ايدشن او قريب من لايت ايدشن ترى ورس اجلت الاسناب هذي يعني ممكن ثالث مره هذي يعني اسجل والغي طيب شلون اصيغها بشكل مناسب اول ما شفت المواصفات مالة غالثي اس 21 العادي والبلوس على طول توجهت وشتريت فان ايدشن 5 جي اللي هو بمعالج كوادكم نازل للسوق المحل ما تردت اطلاقا ولا وخدتها مستعمل اول واحد خدتها مستعمل 140 ثاني واحد خدتها مستعمل 150 ما تردت اطلاقا من اني اخذها كان مستعمل ايام خفيفة بنص قيمة هذا واشوف ان الفرق يعني ما هو تطلع كبير بالنسبة لي الترا فيه فرقة بس هذا ما اجد الفرق يستحق الارقام هذي طيب هالمعالج اكسنوس 2100 معالج منافس قوي هو المعالج مضبوط على ارم يعني ما خلاها 2-2-4 نفس السابق او استهبه لحط منقوس الحالي ضبط المعمارية ضبط الارقام على ارم فعلاج اي مشكلة فيه سهلة الضبط مع تطبيقات الالعاب افضل لانه راح يكون نفس نفس Qualcomm اللي هي اغلب مطورين الالعاب يبنون عليه فانا نشوف ان مشاكلة اقل جدا من السابق الحرارة والضبط العالي وصرف الطاقة هذي حلها ذكاء اصطناعي تحتاج اسبوع تقريبا عشان تقدر تحكم عليه حكم نهاية يعني اسبوع من الاستخدام على ما يتعرف الذكاء اصطناعي بشنو يطفل من التطبيقات بشنو يعطل حتى لو عطلت يدي وهو يترك تدخل بالخلفية ما بيطول عليك جهان سامسون جالكسي اس 21 Ultra 5G يعتبر جهاز من اعلى اجهزة فلاقشب سنة 2021 منافسين اذي بيقدمون ممكن ينافسون باماكن مثلا زيادة مكبرات الصوت زيادة المكرونات بشحن السلكي اسرى شحن السلكي اسرى يعني اماكن المنافسة تكون مكان تاني تخصص الجهاز الالعاب تواجد ازرار فللاستخدام العادي اللي هو اوفيس استخدام المكتبي الاستخدام اليومي فهذا الجهاز قدم اعلى هاردوير ممكن للحين ليش التطبيل المزعج حق المعالج وانه يسحق وليش بالشكل هذا شوف يطول عمر انا راح احكمه لك اخلصها لك من الاخير الشركة تجي حق مسوق وتعطيه سبق بانه يحصل على الهاتف ويتكلم عنه فيطلع فلوس يطلع سبق يطلع مشاهدات وبعضهم تعطيه فلوس طبعا هذا واحد المسوق يقدر ياخذ مساحته لانه هذا النسخة 21 يعني 10-12 يعني 12 تقريبا هذه النسخة 12 من سلسلة S فله ارضيه له جمهوره في علاقات مع شركات الاتصال متواجد الناس تعرفه الناس على بالها اندرويد جيالكسي بالجيم فله ارضيه والمسوق راح يلقى ارضيه أيضا يعني راح يلقى واحد حل ما يشتري الجهاز فأي واحد راح يقول كلام مو زين عن الجهاز راح يبتي ودش على الخاص ودش عليه بتويتر وسوشال ميديا وشتمه شلون انت منه تحكم وانت لانه هو يبيشتري الجهاز فأي كلام ضد الجهاز راح يشبه عليك وبعدين الناس يتحب الي يمدح يعني انت اذا مدحت جهاز حصلت على فلوس من الشركة الناس ارضوا عنك كبيرك كبيرك ثنين ثلاثة بالمية من متابعينك يقولون ترى انت شبيح شركات ترى انت توق للشركات يعني كم عدد ما ذول يا الله تنسمع صواتهم فلا وين وين فاذا شفت الصياح خصوصا من هواوي اذا شفت الصياح عالي من الجمهور طبيعي وش الجمهور هواوي اصلا اقلب جاي من ايفون فهم تعود على التشبيح واذا شفت الصياح من المستخدمين سامسونج تلقى هذا ترى مشاكل عنده يعني دابلين تبدأ مسوقين هواوي مثلا وجاي صيح عليك على بان انت منهم يعني هم بعيدين على الجانب الفني فلا لا تناقش خلا من الجانب الفني الجهاز جيد السلسلة العادية منه ما اشوف انها قفزة يعني راح ينافسونها كل الصيني اسخة الالترا ممتازة لكن سعرها مرتفع ومعالج اكسونوس 2100 معالج الضبط فيه مرتفع مرتفع وهذا الامر راح يرفع حرارة الجهاز ويرفع صرف الطاقة الذكاء الاصطناعي ممكن يحللها ممكن يحللها ممكن يحللها ممكن ان الجهاز ينزل فيه الضبط بشكل تدريجي نعم ممكن ان الشركة تقدر تستغل هذا الامر وان الضبط عبارة عن اشياء فقط للمعدلات السرعة والمنافسة ممكن فهذا من الجانب الفني كله ممكن علاجه هو مو واحد من الانوية مضبوط ضبط خطأ مو بالشكل هذا هو اي شيء موجود ممكن علاجه وابديت في هذا المعالج اذا تكلمنا عن سامفلق الاشيس 21 الجدول الفسر لك اتوقع حاولتها نظمة بحيث انك تفهم الفرق وتكلمنا ليش فيه تشبيح مزعج بمكان او مكان او مكان واراكم على الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته